ونبدأ نشرتنا الرياضية مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لنادي للأهلي طلب واللي طلب من الجهاز الطبي بقيادة أحمد أبو عبلة تقرير عن مستجدات اللعيبة المصابة في الفريق قبل تطبيق نظام اليوم الكامل في التدريبات السلاسي أحمد حجازي وطارق حامد لعيبة اتحاد جدة وأحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور التركي هينضموا بكرة لمعسكر منتخب مصر وده علشان يستعدوا للمشاركة في المباريات الودية اللي هيلعبها منتخبنا الوطني خلال الفترة اللي جاية نادي بيرامدز أعلن عن رابع صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية بإتمام التعاقد مع محمود عبد العاطي دونجا لاعب قتل وسط في الإسماعيلي السابق ووقع دونجا على عقود انتقال وصفوف بيرامدز في صفقة انتقال حر وده لمدة موسمين بعقد هيمتد مع النادي لحد 2024 فاز فريق كرة الياد بنادي زمالك على التراجي التونسي بنتيجة 34-28 وده في أول مواجهة في البطولة العربية اللي بتستضيفها تونس خلال الفترة من 17 والحد 27 سبتمبر والمفروض النهاردة فريق الزمالك هيواجه فريق الكويت الكويتين منتخب مصر للشباب مواليد 2003 هيلعب مع المنتخب الكويتي مبارا ودية يوم 25 سبتمبر على استياد حرس الحدود في اسكندرية وده في إطار الاستعدادات النهائية لبطولة إفريقيا للشباب واللي هتستضيفها مصر في شهر فبراير اللي جاي نروح لنتائج الدوريات العالمية وخلونا نبتدي بالدوري الإنجليزي فريق منشستر سيتي حقق الفوز على فريق وولفر هامبتون بنتيجة 3-0 وده في اللقاء اللي جمعهم ضمن الجولة التمنى من بطولة الدوري الإنجليزي وبكده السيتي في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة وتجمد رصيد وولفر هامبتون عند النقطة 6 في المركز الـ 16 وتوتنهام حقق نتيجة كبيرة وفاز على فريق ليستر سيتي بنتيجة 6-2 في المباراة القوية اللي جمعت بين الفريقين على ملعب توتنهام ضمن الجولة التمنى من الدوري الإنجليزي ورفع كده توتنهام رصيده للنقطة 17 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالتساوي مع منشستر سيتي صاحب الصدارة بفرق الأهداف وتجمد رصيد الليستر عند نقطة واحدة في المركز الأخير من الدوري الإنجليزي خلونا نروح للدوري الألماني وحقق بروسيا دورتموند بفوز غالي على فريق شالكة بنتيجة 1-0 وده في اللقاء اللي تلاعب بين الفريقتين ضمن منافسات الجولة السبع من الدوري الألماني وبكده أصبح دورتموند في صدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة وتجمد رصيد شالكة عند 6 نقطة في المركز الأربعة عشر خسر فريق بايرن ميونيخ الألماني من فريق أكسبورغ بنتيجة 1-0 وده في المجاولة اللي جامعاتهم أو المواجهة اللي جامعاتهم من بارح ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني وبكده يبقى تراجع بايرن ميونيخ للمركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة وارتقى أكسبورغ للمركز 11 برصيد 6 نقطة في الدوري الأسباني فاز أفريق بارشلونة على أفريق ألشي بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جامعاتهم ضمن منافسات الجولة السبع في مسابقة الدوري الأسباني بنتيجة دي ارتفع رصيد بارشلونة للنقطة 16 في صدارة جدول ترتيب الدوري الأسباني مؤقتة وتجمد رصيد ألشي عند نقطة واحدة في المركز العشرين والأخير كده خلصت أخبارنا الرياضية وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع أحمد وبساند شكراً للمي